موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخصوص نتيجة الضور الثاني للسنوية العامة 2019 اتهت أمس الـ 226-08-2019 امتحانات الضور الثاني لطلاب السنوية العامة للعام الدراسي 2018-2019 ومن المقرر أن تعلن النتيجة خلال أيام خلال بوابة السنوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم أو موقع وزارة التربية والتعليم وستجدون الرابط أسفل الفيديو والرابط أهو يبقى بالمنظر ده كده طبعا أنا لو ضغطت على الرابط دلوقت حلاجي مكتوب نتيجة طلاب الضور الأول عشان ما حدش يقول لي انت حطت نتيجة الضور الأول ليه ما هو نفس الرابط هو هو اللي هيظهر عليه نتيجة الضور الثاني فهيتغير أوتوماتيك لما تظهر نتيجة الضور الثاني يعني هو نفس الرابط نطابع نفس الرابط اللي هو الموجود أسفل الفيديو في صندوق الوصف وصندوق الوصف يعني الحتة اللي تحت الفيديو مباشرة حلاجي الرابط موجود فيه ما علي إلا أن الآن ندخل رقم الجلوس ونضغط عرض النتيجة هتظهر أو يظهر على بوابط السنوية العامة على موقع الوزارة برضو هتلاقي مثلا الرابط موجود هنا طيب ما عليكم إلا التعليق أسفل الفيديو بكتابة رقم الجلوس إن شاء الله لنعلمكم بالنتيجة فور ظهوره من المعلوم طبعا وكلنا عارفين أنه قد بدأ انتحانات الضور الثاني للسنوية العامة يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 وبلغ عدد الطلب الذين لهم حقوا دخول الامتحان الضور الثاني 124.436 طالب وطالبة في 278 لجنة على مستوى الجمهوري وعلن خالد عبد الحكم مدير عامل إدارة العامة لامتحانات وناب رئيس عامل لامتحانات السنوية العامة أنه قد انتهت أمس رسميا امتحانات الضور الثاني للسنوية العامة والرابط موجود أسفل الفيديو مع التمنيات لأبنائنا الطلبة بالنجاح والتوفيق وتحقيق أعلى الدرجات شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوش الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو سابسكرايب طيب بعد الضغط على اشتراك ما تنساش نضغط على الجرس ثم الضغط على إعجاب أو لايك ثم مشاركة الموضوع أو شير و جزاكم الله خيال